اهلا بكم مشاهدنا من جديد فتح مجلس المناقصات والمزايدات في جلسته الاسبوعية مناقصة لوزارة الاسكان لبناء 417 وحدة سكنية بمنطقة ايغالالي ووادي السيل وذلك بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية وتنافس على المناقصة ثلاث شركات وتقدمت الشركة السعودية للتعمير بأقل العطاءات بقيمة 12.614 مليون دينار وتشمل المناقصة على بناء 194 وحدة سكنية في منطقة قلالي وبناء 223 وحدة سكنية في منطقة وادي السيل ومن جانب آخر فتح المجلس مناقصة لوزارة الاشغال والشؤون البلديات والتخطيط العمراني متمثلة في شؤون البلديات لتزويد وتوصيل أكياس القمامة القابلة للتحلل للبلديات وتنافس على المناقصة ستة شركات وتقدمت شركة مصقة بروزانكو بأقل العطاءات بقيمة 2.39 مليون دينار بلغ المتوسط اليومي للتداولات الإسبوعية لبورصة البحرين 902.445 دينار بحريني في حين كان المتوسط اليومي لكمية الأسهم وبحادات الصندق الاستثمارية العقارية المتداولة 3.950.417 سهم أما متوسط عدد الصفقات فبلغت 59 صفقة التفاصيل في سياق التقرير التالي بلغت كمية الأسهم المتداولة في بورصة البحرين خلال هذا الأسبوع 19.752.84 سهما بقيمة إجمالية قدرها 4.512.123 دينارا بحرينيا نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 295 صفقة وتداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع أسهم 24 شركة ارتفعت أسعار أسهم 9 شركات في حين انخفضت أسعار أسهم أربع أخرى واحتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق واستحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع البنوك التجارية أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع الاستثمار وعلى مستوى الشركات جاء بنك البحرين والكويت في المركز الأول من حيث القيمة وجاءت في المركز الثاني مجموعة جي إف إتش المالية أعلنت انفستكورب المؤسسة المالية العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة والتي تتخذ من مملكة البحرين مقرا لها استثمارها بقيمة 11.3 مليون دولار أمريكي في شركة انترغرو براند برايفت ليمتد التي تعمل في كل من الهند، الولايات المتحدة والصين ومع شركات عالمية في قطاعات المواد الغذائية مستحضرات التجميل والأدوية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وقال جريش ناكاردي الرئيس المشارك لقطاع الاستثمار في الشركات الخاصة لدى انفستكورب الهند أن انترغرو تعتبر منصة فريدة لتكنولوجيا الأغذية وإنها تتمتع بإمكانيات عالية في مجال البحث والتطوير ويتمشى هذا الاستثمار مع استراتيجية انفستكورب للسوق الهندية التي تقوم على تحقيق الفرص الاستثمارية المجزية في الشركات التي تتمتع بنماذج عمال مستدامة وتحظى منتجاتها بشعبية واسعة ودعم هذه الشركات لتتمكن من النمو والتوسع ونجحت انفستكورب في جمع مساهمات بلغت 10 مليار ربيهندية لأول صناديقها للاستثمار في الشركات الخاصة في الهند والآن المشاهدين نترككم مع سعر صرف دينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية اعلنت وزارة المالية السعودية البيانة التمهيدي للميزانية العام 2020 بإجمالي نفقات متوقعة 1.20 مليار ريال مع استمرار العمل لتعزيز كفاءة الانفاق دون الإخلال بمسار تنفيذ الخطط الهادفة للتنويع والتحول الاقتصادي ومن المقدر أن تبلغ الإرادات نحو 833 مليار ريال وأن يبلغ عجز الميزانية نحو 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن الميزانية عادة ما تعتمد في شهر ديسمبر من كل عام وقد تتضمن تعديلاتنا على ما ورد في هذا البيان التمهيدي في ضوء ما قد يستجد من تطورات مالية واقتصادية أكدت وكالة فتش للتصنيف الاعتمالي تصنيف أبوظبي عند A.A. مع نظرة مستقبلية مستقرة وأوضحت الوكالة أن التصنيف يعكس المقاييس المالية والخارجية القوية لإمارة أبوظبي وارتفاع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي فيما صنف صافي الأصول الأجنبية السيادية للإمارة بثالث أكبر الأصول ضمن الأصول السيادية المصنفة من قبل الفتش والتي ناهزت ما نسبته 185% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2018 كما أوضحت أن الدين الحكومي يعد من ضمن أدنى المعدلات بتوقعات 11% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2019 وقدرت أن تناهز متطلبات التمويل المالي للإمارة 36 مليار دولار بين 2019-2021 النشرة الأقصادية مستمرة مشاهدين من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل فيسبوك توافق على دفع غرامة قدرها 500 ألف جنيه استريني لانتهاكها قانون حماية البيانات البريطانية أعادت البنوك الخاصة في لبنان اليوم فتح أبوابها بعد إغلاق دام أسبوعين بسبب الاحتجاجات المناوئة للحكومة في ظل مخاوف من انهيار قد يصيب الاقتصاد اللبناني وجاء عادة الفتح في عقاب التقديم رئيس الوزراء سعد الحريري استقالته والتي كانت مطلبا رئيسيا للمحتجين إلى جانب زعماء لبنانيين سياسيين وأهرب بعض الاقتصادين اللبنانيين عن مخاوفهم بأن إعادة فتح البنوك ستؤدي إلى قيام العملاء بسحب أموالهم خوفا من انهيار اقتصاد في البلد وهو ما قد يزيد الأوضاع سوءا في بلد يعاني أصلا من تردي أوضاعه الاقتصادية يشهد شارع السوداني أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة من إجراء الارتفاع الكبير في سعر دولار فيما تشير أصابع الاتهام إلى شركات الاتصالات في البلاد ودورها المحتمل في مفقمة الوضع ويقول خبراء إن شركات الاتصالات تلجأ إلى المضاربة والطلب الكبير حتى تستطيع تحويل ما تجنيه من إيرادات يومية ضخمة إلى عملات أجنبية وأكد وزير التجارة والصناعة السوداني مدني عباس مدني لموقع سكاي نيوز عربية أن انخفاض جنيه السوداني أمام العملات الأجنبية يشكل واحدا من عدة أسباب تؤدي إلى الارتفاع الحالي في أسعار السلع الأساسية هاجم الرئيس الأمريكي مجددا الاحتياطي الفيدرالي ورئيسه جيروم باول رغم خفض معدل الفائدة للمرة الثالثة هذا العام وقال دونالد ترامب في تغريدة عبر موقع تويتر أن الجميع يشعر بخيبة أمل شديدة في جيروم باول والاحتياطي الفيدرالي مشيرا إلى أنه كان يرفع الفائدة بسرعة كبيرة والآن يخفضها بواترة بطيئة للغاية وأضاف الرئيس الأمريكي أن الدول الأخرى تقوم باتخاذ تدابير تحفيزية أكثر من الفيدرالي أعلنت شركة أبل إنفاق نحو 18 مليار دولار في إعادة شراء الأسهم خلال الربع المالي الرابع من العام الجاري وقالت الشركة الأمريكية في تقرير نتائج الأعمال الصادر أنها قامت بإعادة شراء 92.6 مليون سهم بقيمة 17.9 مليار دولار خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي وخلال الثلاثة فصول الماضية أنفقت الشركة الأمريكية 49.2 مليار دولار لإعادة شراء الأسهم وبعد عمليات إعادة الشراء الأخيرة يتبقى لدى أبل 78.9 مليار دولار من برنامجها المعلن لإعادة شراء الأسهم والآن نترككم مع أبرز مؤشرة الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية موسيقى قالت الجهة المنظمة المعنية بحقوق المعلومات في بريطانيا أن شركة فيسبوك وافقت على دفع غرامة قدرها 500 ألف جنيه استرليني لانتهاكها قانون حماية البيانات وخضع الرئيس التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربيرك لاستجواب نواب أمريكيين وآخرين من الاتحاد الأوروبي بشأن كيفية حصول شركة الاستشارات السياسية على بيانات شخصية تخص 87 مليون مستخدم لفيسبوك من باحث وكان مكتب مفاوض المعلومات البريطاني قد أمر بالغرامة الصغيرة والرمزية العام الماضي بعدما قال أن بيانات مليون مستخدم بريطاني على الأقل كانت من بين المعلومات التي جمعتها كيمبرج أنتليكا واستخدمات لأغراض سياسية